في يوم القضاء المصري الرئيس السيسي يؤكد أن حقوق المصريين أمانة في أعناق القضاء الرئيس السيسي يقدم تهني لرئيسة وزراء إيطاليا لفوز حزبها بالانتخابات ويعرب عن تطلعه للعمل معها في إطار الشاركة الراسخة التي تجمع مصر وإيطاليا القوات الأوكرانية تدخل بلدة ليمان ومسكو تقر بانسحاب قواتها من المدينة الواقعة بشرق أوكرانيا السديس مساء بتوقيت القاهرة الرابعة عصرا بتوقيت جرينيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري تحية لكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حقوق المصريين أمانة في أعناق القضاء الذي عليه مسؤولية في تحقيق العدالة والسلام الاجتماعي والأمن والاستقرار الذي يعد ركيزة أساسية في تقدم الأمم جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي بأعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية وذلك في إطار الاحتفال بيوم القضاء المصري العريق حيث أكد السيد الرئيس كذلك حرص الدولة على استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه كمنهج ثابت اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسادة أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية وذلك بحضور السيد المستشار عمر مروان وزير العدل المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع جاء في إطار الاحتفال بيوم القضاء المصري العريق الذي أقرته الدولة تقديرا للدور الذي تقوم به الجهات والهيئات القضائية في ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية وإعلاء سيادة القانون وقد أكد السيد الرئيس خلال الاجتماع أن حقوق المصريين أمانة في أعناق القضاء الذي عليه مسؤولية في تحقيق العدالة والسلام الاجتماعي والأمن والاستقرار الذي يعد ركيزة أساسية في تقدم الأمم كما أشار السيد الرئيس إلى أن الدولة تحرص على استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه كمنهج ثابت وتسعى دائما إلى تطويره وتحديثه وتعزيز قدراته ليكون نظاما قضائيا متطورا يتماشى مع مجريات العصر ومستجداته وتسيير إجراءاته بالسرعة المطلوبة وأضف المتحدث الرسمي أن السادة أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية عبروا عن امتنانهم لحرص السيد الرئيس على الالتقاء بهم في إطار الاحتفال بعيد القضاء لما يمثله ذلك من الاهتمام الكبير الذي تعيره الدولة المصرية للمنظومة القضائية مؤكدين من جانبهم مواصلة العمل في سياق ترسيخ مبادئ العدالة وتطبيق القانون وقد استعرض السادة رؤساء الجهات والهيئات القضائية الإجراءات التي تم اتخاذها لسرعة إنجاز الدعاوى والطلبات للوصول إلى مرحلة العدالة الناجزة كذلك ما تم من إجراءات للتطوير التقني في كل الجهات والهيئات القضائية بالتنصيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ ميكانة كل المنظومة القضائية من ناحية أخرى شدد السيد الرئيس على صون هيبة القضاء شكلا وموضوعا والاهتمام بمقار المحاكم وتطوير أدوات العمل بها مؤكدا سيادته على ضرورة الاهتمام بتنمية الوعي والتطوير المستمر لتوسيع المدارك لتكوين قاد عصري على قدر كبير من المعرفة والوعي قدم رئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة إلى السيدة جورجيا ميلوني على فوز حزبها في الانتخابات العامة بجمهورية إيطاليا الصديقة وعلى صفحته بموقع التواصل الاجتماعي أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته لها بالتوفيق والنجاح في قيادة إيطاليا نحو الرخاء والمستقبل المشرق وأكد الرئيس السيسي أنه يتطلع للعمل معها في إطار الشراكة الراسخة التي تجمع مصر وإيطاليا من أجل تطوير العلاقات الثنائية بينهما ونقلها إلى أفاق أرحب من التعاون المثمر في جميع المجالات وعلى نحو يتصق مع تاريخ البلدين العريق وحاضرتهما العظيمة ولما فيه الخير للشعبين الصديقين والإنسانية جمعا وبمناسبة اليوم العالمي لكبار السن أعربت السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية عن عظيم تقديرها واعتزازها لآبائنا وأمهاتنا وكل الأجيال التي سبقتنا وقدمت لنا الكثير من العطاء كما أكدت السيدة انتصار السيسي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي على ضرورة الاهتمام بكبار السن ورعاية مصالحهم وتعزيز فرص تواجدهم ومشاركتهم في المجتمع وهو ما تقوم به الدولة المصرية على أكمل وجه ضمن برامجها المختلفة هذا ويحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للمسنين الذي يوافق الأول من أكتوبر من كل عام ويهدف الاحتفال باليوم العالمي للمسنين برفع الواعي في التعامل مع المسنين وتقديم خدمات مجتمعية وطبية لهم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة انطلقت أعمال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن المجلس سيستكمل وبإصرار وإخلاص ما تم من عمل جاد في الدورين السابقين مشيرا إلى تحديد الأولويات وفق ما تقتضيه المصلحة العامة واحتياجات الوطن فضلا عن مؤصلة دور المجلس في بناء الجمهورية الجديدة التي أسس قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية رغم ما تحققه الدولة المصرية من إنجازات ضخمة غير مسبوقة تسارع بها الزمن على كافة المستويات إلا أنها تبقى مجرد بداية في فكر ورؤية قيادتنا السياسية الوطنية وطموحات شعبنا المصري العظيم على طريق بناء المستقبل فلا زال الضرب طويلة وحتى يكون هذا الدور التشريعي خطوة أخرى للأمام علينا جميعا مجلسا وحكومة كل في موقعه ومناط مسؤوليته العمل والمواجهة الجادة لكافة التحديات وإنجازاتنا الحقيقية لن تقاص بكم التشريعات واستخدام الأدوات الرقابية فحزب بل بمدى تقدمنا في اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضرورية لاستكمال مسيرة بناء جمهوريتنا الجديدة والوفاء بطموحات واحتياجات المواطن والنظر المتعمق في أسباب أي مشكلات ومعالجتها والالتفات إلى الأولويات والتركيز عليها واستمرار ما بدأناه من نهج في التنصيق المتكامل بين المجلس والحكومة في مختلف الموضوعات للوصول إلى حلول توافقية تخدم مصلحة الوطن والمواطن أكد رئيس مجلس الوزراء مستفى مدبولي الأهمية التي توليها الحكومة لمتابعة تنفيذ مشروعات الطرق وتطوير القائم منها بهدف الإسراء في معدلات سير العمل بها وجاء ذلك خلال جولة موسعة لمدبولي لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات الطرق بالقاهرة الكبرى استهلها بتفقد أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو وتنفيذ المحور الموازي له كما تفقد مدبولي أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري حيث أشهد بالجهود القائمة لتنفيذ المشروعات بالطريق الدائري كما وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة لتنفيذ كافة مشروعات الطرق بما يخدم كافة مستخدمي هذه الطرق وخلال جولة تفقدية لمحطة سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل بلجيزة أكد رئيس الوزراء أهمية المحطة مشيرا إلى أنها تسهم من خلال موقعها المميز في تسهيل حركة انتقال أعداد كبيرة من المواطنين كما تفقد مدبولي محطة السلام إحدى محطات الأوتوبيس الترددية حيث أكد أن الأوتوبيس الترددية سيمثل نمطا حضاريا تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها للحفاظ على الانضباط ومنع المظاهر العشوائية أعلنت وزارة الداخلية مواصلة حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة من ضبط 443 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 155 طن مواد غذائية وغير غذائية خلال 24 ساعة حيث تم ضبط 35 طن في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة فضلا عن ضبط أكثر من 66 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية وفي مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء تم ضبط 54 طن أسمنت أما في مجال قضايا المخابس تم ضبط 710 قضايا من بينها 91 قضية خبز نقص الوزن و88 قضية خبز غير مطابق للمواصفات كما تم ضبط 14 قضية بمضبطة بلغة قرابة 126 طن في مجال ضبط قضايا التهاريب خارجة منظومة توريد الأرز الشعير تواصل وزارة الداخلية جهودها الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون حيث أصفرت تلك الجهود عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية خلال شهر تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار شهر نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أصفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر عن ضبط 38.166 قضية تمونية متنوعة من بينها 149 قضية بيع استوانات غاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 28.181 استوانا تقدر قيمة الغاز المدعم فيها بسلاسة ملايين وثمانمائة واربعة ألف واربعمائة وخمسة وثلاثين جنيها وضبط 134 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت مليونين وستمائة واربعة وخمسين ألفا وسبعمائة واربعة وثمانين لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء إضافة إلى ضبط 551 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت أكثر من الفين وواحد وتسعين طن سلع مدعمة وضبط 35 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت قرابة مائتين وخمسة وخمسين طن كما تم ضبط 1321 قضية في مجال البيع بأزياد من السعر بمضبوطات بلغت أكثر من 3143 طن سلع غزائية وغير غزائية كما تم ضبط أكثر من 23 ألف مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت 783.5 طن إضافة إلى ضبط 25 قضية في مجال بيع مواد البناء بأزياد من السعر بمضبوطات بلغت 426 طن أسمنت و14 طن حديد كما تم ضبط 1248 قضية في مجال البيع بأزياد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت 344.267 عبوة وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصرية ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 4 ملايين وتسعة عشر ألفا ومائتين وتسع وسبعين مخالفة مرورية متنوعة من بينها مليون ومائتان وتسعون ألفا ومائتان وست وسبعون مخالفة تجاوز السرعة المقررة وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد تسعة عشر ألفا وثمانمائة وثلاثة من قائد المركبات تبين إيجابية عدد ألف وسبعة وثلاثين سائقا منهم كما تم المرور على ألف وسبع وثلاثين مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد أربعة ألف ومائتين وتسع وستين من سائق حافلات المدارس وتبين سلبية جميع الحالات كما تم فحص خمسمائة وسبع وسلاثين مركبة وتبين مخالفة ست عشر مركبة لشروط الصلاحية الفنية كما تم رفع ألف وخمسمائة وسبع وسبعين سيارة ومائتين واثنتين وسبعين دراجة نارية متروكة ومتهالكة وفي مجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية تم ضبط سبعة وثلاثين ألفا وأربعمائة وست وسبعين مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوزة كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط ألفين وستمائة وإحدى عشر مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط أربعة ألاف وخمسمائة وسبع وسبعين مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط عشرة ألاف واربعمائة وست وثلاثين مخالفة الزجاج الملوم بدون ترخيص وضبط أحد عشر ألفا وخمس وثمانين مخالفة ملصقات وضبط مائة وتسعة وثلاثين محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية وفي مجال قضايا التيار الكهربائية ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر سلاثمائة وسبعة واربعين ألفا واربعمائة وتسع واربعين قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت سلاسمائة وثلاثة مليون وسبعمائة وواحد وتسعين ألفا وتسعة وسبعين جنيها وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر ألف ومائة وست واربعين قضية من بينها ستمائة وسمان وسبعون قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات وضبط أربعمائة وسمان وستين قضية في مجال جرائم المطبعات وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر مائة وثلاس وسبعين قضية بقيمة مالية بلغت سلاسمائة وسبعين مليون ومائتين وخمسة وعشرين ألفا وخمسمائة وثمانية وثمانين جنيها أبرزها ضبط مائة واربع وثلاثين قضية في مجال الإتجار والتعامل في النقد الأجنبي بإجمالية مبالغ مالية تعادل مائتين وخمسة مليون وثمانمائة وثمانية وستين ألفا وثلاثمائة وثمانية وستين جنيها وفي مجال الجرائم المصرفية تم ضبط 45 قضية بإجمالية عدد 19 متهمة لقيامهم بالنصب والاحتيال على عملاء البنوك من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بتلك البنوك أو شركات المحمودة بإجمالية مبالغ مالية مستولى عليها بما يعادل مليون و 12 ألف جنيه وفي مجال قضايا التهرب الضربية تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 10653 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 18 مليار و 723 مليون جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولون باختار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 24 بليون و 225 ألفا وتسعمائة واسنين وتسعين جنيها يتوجه غدا وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين لدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا ومن المقرر أن يشارك شكري خلال زيارتي في الاجتماع التحضيري لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 27 الذي تستضيفه الكونغو الديمقراطية بالشراكة مع مصر بصفتها دولة الرئاسة للمؤتمر ويعد المؤتمر هو الاجتماع التحضيري الأخير على المستوى الوزري قبيلا عقاد مؤتمر المناخ كوب 27 في شرم الشيخ نوفمبر المقبل حيث يركز المؤتمر على الموضوعات الرئيسية التي سيتناولها مؤتمر المناخ المرتقب في شرم الشيخ تشهد مدينة شرم الشيخ تواصل أعمال المشروعات الصديقة للبيئة استعدادا لاستضافة قمة المناخ كوب 27 هذا ويصابق العمال الزمن للانتهاء من إنشاء محطة شحن للأوتوبيسات الكهربائية لتقدم خدماتها المتعلقة بالشحن والصيانة لوسائل النقل الأخضر باستخدام التكنولوجيا الحديثة جولات ومشروعات لا تنتهي في مدينة شرم الشيخ لاستضافة قمة المناخ كوب 27 فهؤلاء العمال يسابقون الزمن للانتهاء من هذا المشروع الهام بإنشاء محطة شحن للأوتوبيسات الكهربائية على مساحة 55 ألف متر مربع لتقدم خدماتها المتعلقة بالشحن والصيانة لوسائل النقل الأخضر باستخدام التكنولوجيا الحديثة التي تشمل منظومة الكرت الذكي ومحطة تحكم ومراقبة لنظام الشواحن تواكباً للتطور التكنولوجي في العالم كله لتحويل العربيات كلها من سولر أو بنزين لعربيات تعمل بالتطاقة الكهربائية لجعل إن شاء الله مصر كلها بإذن الله تكون دولة تعمل بالتطاقة نظيفة فإحنا في إطار الجهد المبزول ده إحنا بنعمل أكبر محطة وأول محطة في أفريقيا والشرق الأوسط لشحن الأوتوبيسات الكهربائية بدأ العمل في المشروع أواخر أبريل الماضي ليصل لنسبة كبيرة من معدلات التنفيذ ووفقاً لأحدث التقنيات رعينا في اختيار الشواحن أنها تكون على أحدث تكنولوجيا بالإضافة إلى أن المحطة مزودة بالفليت مانجمينت هو سوفتوير هو المتحكم على الكنترول والمونترينج لعمليات الشحن أثناء شحن الأوتوبيسات وبعد خروجها من المحطة بقول إن نسبة الإنجاز الحمد لله وصلت 98% احنا اتكلفنا بأعمال مسطح المشروع 55 ألف متر أعمال أتربة 350 ألف متر مكعب أعمال طبقة أساس دخلة في 14 ألف متر مكعب أعمال طبقة خرصانية رصف خرصاني للطرق الداخلية 8 طرق أرصفة للشاحنات مسطح 30 ألف متر المحطة تعد الأولى من نوعها في أفريقيا والأطخم في الوطن العربي ويتم العمل فيها بأياد مصرية ومواد خام محلية بنسبة تصل لـ 85% محطة شحن الأوتوبيسات الكهربائية تعد الخطوة الأهم لنشر استخدام وسائل المواصلات الصديقة للبيئة ودعم استراتيجية الدولة نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة خاصة مع قرب عقاد قمة المناخ كوب 27 لتكون بداية إعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء محمود جميل التلفزيون المصري تعحد رئيس البرلمان العربي عادل عبد الرحمن العسومي بالعمل مع أعضاء البرلمان من أجل تعزيز دور البرلمان العربي في تنصيق العمل العربي المشترك وتعزيز مكانة البرلمان عربيا وإقليميا ودوليا وعقب فوزه بدورة جديدة لرئاسة البرلمان العربي أكد العسومي أن المرحلة القادمة تفرد على الجميع مسؤولية كبيرة فيما هو قادم في مواجهة تحديات جسام وعمل شاق وشدد على أن يتم العمل من أجل تعزيز دور البرلمان العربي في تنصيق العمل العربي المشترك وتعزيز مكانته عربيا وإقليميا ودوليا مشددا على دور البرلمان العربي في التعبير عن التطلعات المشروع للشعوب العربية في العيش الكريم وتحقيق الاستقرار وتقدم البرلمان العربي الآن في الفترة هذه التي نتحدث أننا نكون دبلماسية برلمانية فاعلة أصبحت الدول العربية تعتمد وتصلكم تعتمد على البرلمان العربي وتطلب موقف البرلمان العربي فكل هذه الأمور نحن حرصنا عليها على أنها تكون الأداة الفاعلة للبرلمان العربي أوقفنا كثير من التجاوزات تجاه الأمه العربي لأن البرلمان العربي كان برلمان موحد جلسات التي كنا نقيمها كانت جلسات هادئة ومهنية حرصنا كلنا أن يكون لدينا صوت واحد بعيدا عن تجذبة العربي بعيداً عن كل هذه الأمور أطلقنا كثير من مبادرات تم تبنيها عن مساوى العالمي منها مبادرة نداء الساحل برلماء العربي يقود الآن موضوع مكافحة الإرهاب على مستوى النداء الساحل ولتتبناتها الغمة العالمية البرلمانية الأولى مكافحة الإرهاب في فيينا طبعاً في الأول مرة نوقع اتفاقية تعاون مع الاتحاد برلمان دولي ومنظمة الأمم المتحدة ومكاتبها المتخصصة في الأول مرة أصبحنا نشارك في اجتماع اللجان الدائمة بالاتحاد البرلماني الدولي ونكون طرفاً في مواغشة وصياغة الغرارات التي تصدر عنها أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتية محمد الفارس أن مجلس الوزراء قد تقدم باستقالة الحكومة جاء ذلك بعد إعلان نتائج الانتخابات مجلس الأمة تنفيذاً لأحكام الدستور والذي ينص على أن يعاد تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي أعلنت السلطات الأمنية في العراق أن الأجهزة الأمنية المختصة مستمرة في تأمين الحماية للمتظاهرين السلميين وهي تتخذ أقصى درجات الاندباط في عملها مشيرة إلى وجود بعض المندسين يحاولون الاعتداء على قوات الأمنية وقددت السلطات الأمنية تأكيدها على أهمية الحفاظ على سلمية التظاهرات وإبعاد المندسين والتعاون التام مع الأجهزة الأمنية لإلقاء القبض عليهم أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه الشديد بشأن التصايد السياسي والأمني الأخير في العراق قال الاتحاد في بيان أصدره اليوم إن العنف ليس حلا أبدا ويجب أن لا يسمح له بتقويض العملية ديمقراطية وأدان الاتحاد الأوروبي وبأشد العبارات هذا القصف الذي تعرض له إقليم كوردستان العراقية هذا الأسبوع وقال الاتحاد إن هذه الهجمات تعد انتهاكا لسيادة العراق وسلامة أراضيه مؤكدا تضامنه الكامل مع الشعب العراقي والحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن قوات روسية انسحبت من بلدة لمن في شرق أوكرانيا على الجانب الآخر قال متحدث باسم القوات في شرق أوكرانيا إن قوات أوكرانية دخلت بلدة ليمان التي ظلت معقلا للقوات الروسية لفترة طويلة كما ذكرت كياف أنها تحاصر تلك البلدة اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن ضم موسكو لأربع مناطق أوكرانية جديدة يجعل انتهاء الأزمة الأوكرانية شبه مستحيل كما دفع بوريل عن العقوبات الأوروبية التي فردت على موسكو وعن المساعدة العسكرية لكييف دعيا في الوقت ذاته إلى الاستمرار في هذا الدعم أعلنت حيئة الأركان العامة لقوات المسلحة الأوكرانية أن قوات الروسية تواصل تركيز جهودها على محاولات السيطرة على منطقة دوناتسك بالكامل كذلك غادات إعلان رئيس روسي فلاديمير بوتن ضم أجزاء من أراضي أوكرانية لروسيا بعد استفتاءات أجرتها الأيام الماضية ربما يختلف العسكريون بالشأن المتفوق في الصراع بين كييف وموسكو لكن الجغرافيا تعلنها صريحة بالتفوق الروسي أكمل سيطرته على 19.4% من الأراضي الأوكرانية ففي سيناريو شبه متطابق ضمت موسكو خمسة أقالي من أوكرانيا إلى أراضي روسيا الاتحادية البداية كانت بشبه جزيرة القرم عام 2014 التي انضمت حينها لروسيا إثر استفتاء لتقرير المصير والقرم شبه جزيرة سياحية وزراعية مكنت لجيوش موسكو نفاذا إلى البحر الأسود ومنه إلى البحر المتوسط والشرق الأوسط وبعد نحو ثمان سنوات ها هي روسيا تجني ثمار عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا والتي شنتها على خلفية مخاوف تتعلق بأمنها القومية وذلك بإعلان ضم أربعة أقاليم هي لوهانسك ودوناتسك وخيرسون وزابوريجيا عقب تنظيم استفتاءات جرت وسط غضب أوكراني وغربي جامح لوهانسك ودوناتسك كان يتواصل فيهما منذ 2014 نزاع بين الانفصاليين الموالين لموسكو والقوات الأوكرانية وفي فبراير 2022 اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلالهما معطيا إشارة البدء لعملية عسكرية على أوكرانيا لإنقاذ الشعوب الناطقة بالروسية مما وصفه بالإبادة أما زابوريجيا فهي إحدى المناطق التي دخلت تحت العالم الروسي أيضا وبها أكبر محطة للطاقة النووية في أوكرانيا وأوروبا وأخيرا خيرسون الواقعة في أقصى غرب المنطقة وتتميز بأهمية كبرى للقطاع الزراعي بتلك الخطوة أصبحت روسيا أمام فرصة لأحداث شريط موصول بين كافة المناطق التي تسيطر عليها في أوكرانيا بما في ذلك القرم حتى الأراضي الروسية أما أوكرانيا ففقدت بالخطوة ذاتها نحو 15% من أراضيها وجزء كبير من ثقلها في المعركة في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من أحداث أعلنت الوكالة الدولية للطاقة أن السلطات الروسية أبلغتها بأن مدير محطة ذابوريجيا النووية محتجز مؤقتا للاستقواب كانت روسيا قد اعتقلت المدير العام لمحطة طاقة النووية في ذابوريجيا إيغور موراتشوف الواقعة تحت السيطرة الروسية في جنوب أوكرانيا وقد جاء ذلك وفق ما أعلنته شركة الطاقة النووية الأوكرانية أنيرغو آتوم أفادت وزارة الدفاع البريطانية بأن روسيا تواجه مشكلة نقص في الذخائر لسيما الصواريخ عالية الدقة وأضافت أن هذا يدفعها إلى استخدام صواريخ مصممة لإسقاط أهداف جوية لضرب أهداف أرضية وقالت وزارة الدفاع البريطانية أنه لوحظ أن قوات روسيا تهاجمت أمس قافلة من المركبات المدنية تعمل لإجلاء المواطنين من زابوريجيا ومن المحتمل أن يكون قد تم استخدام صاروخ دفاع جوي روسي بعيد المدى أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أن برلين ستشكل وحدة دولية مشتركة مع الدنمارك وسويد لتحقيق فيما يبدو أنها عملية تخريب استهدفت خطي أنبيب نورستريم الرابطين بين أوروبا وروسيا قالت وزيرة الداخلية الألمانية أن جميع المؤشرات تدل على وقوع عمل تخريبي ضد خطي أنبيب نوردستريم مضيفة أن فريق التحقيق سيتشكل من أسلحة البحرية والشرطة وأجهزة الاستخبارات وأكدت الوزيرة الألمانية أنه لا توجد أي مؤشرات حول تهديد ملموس للمواقع الألمانية حتى الآن أعلنت شركة جاسبروم الروسية البدأ في بحث سبل إصلاح الضرر الذي لحق بأنبيب السيل الشمالي بعد الحادث الذي أدى إلى تسرب الغاز في بحر البنطيق وقال المتحدث باسم شركة جاسبروم سيرجي كوبريانوف إنه لا يمكن الحديث حاليا عن الوقت اللازم لاستعادة إمدادات الغاز مضيفا أن عملية الإصلاح تمثل مهمة تقنيقية صعبة للغاية وأشار إلى أن أوروبا فقدت أحد الطرق الرئيسية للحصول على موارد الطاقة لمدة غير محددة بدأ الغاز يتدفق إلى بولندا من خط أنبيب البلطيق الجديد من النورويج عبر الدنمارك وبحر البلطيق بحسب مشغل خط أنبيب الغاز البولندي يعد خط الأنابيب محور استراتيجية بولندا لتنويع إمداداتها من الغاز بعيدا عن روسيا وقد بدأت بولندا في هذه الاستراتيجية قبل سنوات من تحركات موسكو العسكرية بأوكرانيا في فبراير الماضي ما تسبب في أزمة طاقة عالمية بدأت اليونان وبولغاريا تشغيل تجاري لخط أنبيب الغاز ينتظر أن يساعد في تقليل اعتماد جنوب شرق أوروبا على الغاز الروسي وتعزيز أمن الطاقة وسأدعم خط الأنابيب بولغاريا التي تبدل جهودا مضنية لتأمين إمدادات الغاز بأسعار معقولة منذ نهاية إبريل هذا وقلصت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا بعد أن فرض الغرب عقوبة على موسكو بسبب عمليتها العسكرية بأوكرانيا مما جعل دول الاتحاد الأوروبي تسارع لتأمين إمدادات بديلة وسط ارتفاع الأسعار موسيقى 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 أعلنت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا أن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على إنشاء نافذة جديدة لمواجهة صدمة الغذاء في ظل اثنتين من أدواته للتمويل الطارئ وهما التسهيل لإتماني السريع وأداة التمويل السريع أضفت المدير العام لصندوق النقد الدولي أن نافذة تمويل الجديدة سوف تتيح إمكانية الحصول على مزيد من الموارد في ظل التمويل الطارئ للبلدان التي تواجه احتياجات ملحة لتمويل ميزان المدفعات وتعاني من انعدام شديد في الأمن الغذائي أو من صدمة حادة في استيراد المواد الغذائية أو من صدمة في تصدير الحبوب مشيرة إلى أن النافذة تمويلية الجديدة ستظل مفتوحة لمدة عام وفقت المفوضية الأوروبية بمجب قوانين مساعدات الدول الأعضاء على خطة قدمتها ألمانيا بقيمة 450 مليون يورو لتشغيل خمس محطات طاقة تعمل بوقود الليجينت وذلك بشكل مؤقت لتعويض نقص إمدادات الغذي الطبيعي القادمة من روسيا وأكدت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية مارغريت فيستاير أن هذا الإجراء المؤقت سيمكن ألمانيا من تخفيف الأثر الاقتصادي للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث سيساهم في استبدال الغاز في حالة نقصه وبالتالي تعزيز استعدادنا لفصل الشتاء القادم أكدت وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي أن معدل التدخم في منطقة اليورو المكونة من 19 دولة 10% في سبتمبر الماضي وهو أعلى مستوى له على الإطلاق في تاريخ العملة الأوروبية الموحدة هذا وقد ارتفعت أسعار طاقة بنسبة 40.8% مقارنة بأسعار العام الماضي في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية والكحل والتبغي بنسبة 11.8% في سبتمبر مقابل 10.6% المسجلة في أغسطس تعاني منطقة اليورو العديدة من المشاكل الاقتصادية حيث تورطت كل المنطقة في المصاعب الاقتصادية المشتركة على مختلف المستويات مثل التضخم ونقص الطاقة وانخفاض سعر صرف اليورو مقابل الدولار هذا وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو خلال شهر سبتمبر 10% وهو أعلى مستوى له في تاريخ العملة الأوروبية الموحدة بحسب ما أعلنت وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي ويمثل هذا ارتفاعاً من 9.1% في أغسطس الماضي بينما كان معدل التضخم قبل عام 1 3.2% فقط يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة ارتفاعاً شديداً في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي كما يأتي وسط توقعات بركود وشيك هذا وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 40.8% مقارنة بأسعار العام الماضي في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 11.8% في سبتمبر الماضي مقابل 10.6% المسجلة في أغسطس إلى ذلك يمضي المشهد الاقتصادي في منطقة اليورو الغالقة في ريمال الأزمات في انتظار إجراءات ربما تنتهلها من كبوتها أو تعمق جراحها لسنوات مقبلة أعلن المستشار الألماني أوليف شولتس عن خطة بقيمة 200 مليار يورو لوضع حد لارتفاع أسعار الكهرباء والغاز تتضمن إلغاء ضريبة الغاز المقترحة على المستهلكين هذا وشددت الحكومة الألمانية على أنه يتعين على الشركات والأسر الألمانية ترشيد استهلاك الغاز بشكل أكبر في الوقت الذي تقود فيه البلاد حرباً اقتصادية مع روسيا في إطار تحديد سقف لأسعار الطاقة في ألمانيا وتخفيف العبء عن المستهلكين الناجم عن التضخم الذي يستمر بالارتفاع منذ العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا أعلن المستشار الألماني شولتز تخصيص 200 مليار يورو تصريحات المستشار الألماني جاءت خلال مؤتمر صحفي في برلين في ختام مفاوضات حكومية حول اعتماد خطة دعم جديدة للقدرة الشرائية بهاتين المئتي مليار يورو لدينا إمكانية تمويل كل ذلك والتأكد من أن كل شيء على ما يرام يضعون هذا أيضا في موقف يمكننا من خلاله التخلص من ضريبة الغاز التي تم التخطيط لها في ظل ظروف مختلفة عندما كان الغاز لا يزال يتدفق من روسيا من جانبها شددت الحكومة الألمانية على أنه يتعين على الشركات والأسر الألمانية أن ترشد استهلاك الغاز بشكل أكبر في الوقت الذي تخوض فيه البلاد حربا اقتصادية مع روسيا في الوقت نفسه ارتفع معدل التضخم في ألمانيا في سبتمبر الجاري لعلى مستوى في أكثر من ربع قرن بضغط من ارتفاع أسعار الطاقة التي لم تعد تدابر التهدئة تقدي معها نفع وترجع الزيادة في التضخم بألمانيا إلى صعود تكاليف الطاقة بنسبة 43% أو 49% مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي حذرها الرئيس الكورية الجنوبي يونسيوك يول من أنه إذا أقدمت كوريا الشمالية على استخدام الأسلحة النووية فإنها ستواجه ردود فعل صاحقة وحازمة من التحالف بين سول وواشنطن وفي خطابه بمناسبة الذكرى الرابع والسبعين ليوم القوات الوطنية العسكرية قال يون إن تطوير كوريا الشمالية للأسلحة النووية يشكل تحديا مباشرا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كما أنه سيجعل حياة الكوريين الشماليين أكثر بؤسا أزمة جديدة تلوح في الآفاق على الحدود بين الكوريتين الجارتين بعد إعلان بيونج يانج إطلاق تجربة لصاروخين باليستيين قصيرة المدى باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي مما تعتبره سول تهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وتعتبره كوريا الشمالية تحذيرا للتحاله بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية التجربة الصاروخية الرابعة لبيونج يانج خلال أسبوع واحد فقط تأتي بعد أن أجرت القوات البحرية الكورية الجنوبية والأمريكية واليابانية تدريبات ثلاثية للتصدي للغواصات وذلك للمرة الأولى منذ خمس سنوات كما أنها تأتي بعد زيارة نائبة الرئيس الأمريكي كامل هاريس إلى المنطقة الأسبوع الماضي التوتر بين الكوريتين انتقل أيضا إلى اليابان التي قدمت احتجاجا رسميا لكوريا الشمالية عبر القنوات الدبلوماسية حيث إن الصواريخ تحركت في مصار غير منتظم بهدف التهرب من نظام الدفاع الصاروخي وزير خارجية كوريا الجنوبية من جانبه أكد أن الحكومة تدرس خيارات مختلفة لتعزيز العقوبات على كوريا الشمالية وسط تكهنات بأن تجربتها النووية قد تكون وشيكة مشيرا إلى أن بلاده سترد بصرامة على أي أعمال استفزازية تقدم عليها كوريا الشمالية كما أشار جين وزير خارجية كوريا الجنوبية إلى أن الحكومة ستدرس اتخاذ الإجراءات لتشديد العقوبات ضد بيونج يانج إذا لزم الأمر في عدد من المجالات مثل القطاع البحري وقطاع الفضاء الإلكتروني والقطاع المالي وتستهدف كوريا الجنوبية زيادة الردع على عمليات نقل البضائع غير المشروعة لكوريا الشمالية من سفينة إلى سفينة وعرقلة محاولات بيونج يانج لتأمين الأموال غير المشروعة لبرامج أسلحتها النووية من خلال سرقة العملات المشفرة خاصة في ضد وجود أنباء عن إجراء بيونج يانج تجربة نووية تحت الأرض في الفترة ما بين السادس عشر من أكتوبر الجاري إلى السابع من نوفمبر المقبل وهو الأمر الذي قد يزيد من وطيرة التوتر التي تشهدها الكوريتان أدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي التغيير غير الدستوري للحكومة في بوركينا فاسو وقد جاء ذلك بعدما تمت إقالة الحاكم بول هانجي سانداوغو داميبا كما أعلن الضباط إغلاق الحدود اعتبارا من منتصف الليل إضافة إلى تعليق العمل بالدستور وحل الحكومة هذا وقد أعرب فقي عن قلقه البالغ حيال عودة الإنقلابات غير الدستورية سواء في بوركينا فاسو أو في بلدان أخرى في القارة بدأت تقوس وصلوات وتتشين المذابح الكنسية بيد قداسة البابة وضروس الثاني بابة الإسكندرية بطريارك الكرازة المركوسية هذا ويشارك في الصلاة عدد من القيادات الكنسية وكانت الكنسة القبطية الأرتوذكسية قد أقامت احتفالية كبرى بمناسبة مرور ستين عاما على تأسيس أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكنية وجاء ذلك بحضور قداسة البابة وضروس الثاني بمقر الكاتدرية المركوسية بالعباسية النهاردة بنحتفل بمرور ستين سنة على تأسيس الأسقفية العامة للخدمات الاجتماعية والروحية والعامة بصفة عامة بتعتبر أسقفية الخدمات مؤسسة عمرها ستين سنة بتخدم المجتمع المصري في أكثر من 14 محافظة بتخدم كل المصريين وبتقوم بدور تنموي ودور رعوي كبير خالص الأسقفية حاليا بتقدم 14 برنامج البرامج دي بتتنوع ما بين برامج تخص دعم فكرة التعليم سواء تعليم الكبار أو الأطفال وأيضا برامج تخص المشروعات الصغيرة برامج تخص تعليم الحرف الزراع التنموي للكنيسة القبطية فالكنيسة القبطية كانت لها نظرة وفجن من زمان أن تقوم بعمل تنموي في المجتمع ليس في الكنيسة فقط إنما تقوم بعمل تنموي في المجتمع سوفية الخدمات لها حزمة من أكثر من 15 برنامج تهتم بالتنمية البيئية والتنمية الريفية والتنمية ومكافحة الفقر برامج تهتم بالصحة تهتم بالأطفال سواء بالتعليم الأطفال أو بالتعليم الكبار الأسقفية تقدم حزمة من الخدمات حزمة متعددة من الخدمات في أي وقت من الأوقات الأسقفية بتشتغل في حوالي 40 قرية تشتغل مع القرية فترة وبعدين تسيبها بعد ما تبني كوادر تشتغل في القرية دي وتكمل شغلها بعد كده فرحانين النهاردة باليوم الاحتفالية بالعيد الستين لتأسيس اسقفية الخدمات فرحانين ان احنا بنفتخر بكل قبقنا وبكل اسقفتنا اللي خدموا وتعبوا في المكان ده بنقول ستين عام محبة وخدمة كلها نشر للمحبة لكل المصريين كلها نشر للمبادئ الاساسية للتنمية نشر لفكرة تعليم نشر لفكرة الصحة نشر لفكرة التنمية والمشروعات الصغيرة نشر لفكرة الحفاظ على بيئتنا والحفاظ على مصرنا انطلق حفل افتتاح الموسم الثاني من مهرجان هي الفنون شي ارت وذلك على مصرح مركز التحرير الثقافي بالجامعة الامريكية جاء ذلك بحضور رئيسة المهرجان نيفين قناوي على مصرح مركز التحرير الثقافي بالجامعة الامريكية اشرت قناوي خلال كلمتها بحفل الافتتاح الى اهمية هذا المهرجان وانه من اوائل المهرجانات الفنية في مصر التي ترتكز بشخص اساسي على فنون المرأة وقد تقدمت بالشكر لكل القائمين على المهرجان وكذلك كل الداعمين له انا طبعا بحب اغني من وانا صغيرة يعني انا بحب اقول كده في كلمة عندي كده بقولها ان الغنى ده عبارة عن كلام طلع بنغمة فما دم نعرف نتكلم هنعرف نغني انا حتى وانا صغيرة يعني وانا بذاكر كنت عادة دندن المذاكرة بتاعتي وكده وبعدين شاركت في كرلات مختلفة وفي المدرسة وشاركت قبل كده برضو مع مدرستي يعني كان فيه مسابقة بتاعة مركز الثقاف الفرنسي وكذبنا فيها عملت كمان في خدمة تطوعية يعني ان الاطفال الصغيرين كنين يعملون اغاني ونخليهم يعني عن السلام وعن الانسبريشن حاجات مختلفة من نوع ده وكمان في فترة الكوفيد كان فيه حاجة لطيفة جدا ان انا شاركت في مهرجان جلوبل اونلاين فده كانت فرصة حلوة ان الواحد يتعرف على الناس من كل مكان في العالم ويغني معهم بروفاشنالي نسخة الاولى بدأت عشرين واحد وعشرين الفكرة جات من انا بشتغل في الادارة الثقافية وكنت بشوف فرق نسائية كتير او النساء عاملات في مجال الفنون مش عليهم هايلايت او مش عليهم الدق الكافي فجات لي الفكرة من هنا ان انا اعمل فاستفل مهرجان يوفر ساحة ان المرأة تقدم فنونها عليه بشكل مكسف اختتم مهرجان الاسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورة الثانية والعشرين الذي انطلق هذا العام بمشاركة ثلاث عشرة فرق عربية واجنبية ومصرية ولقي المهرجان حضورا جماهيريا كبيرا واعجابا بالفرق المشاركة التي قدمت فنونها التراثية والمعبرة عن بيئتها من خلال حفل الختام كما شاركت السودان وفلسطين بجانب مشاركة الفرق المصرية والان نتحول الى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة نتابعه مع مصطفى ميزار إليك مصطفى شكرا ريهام الديب شكرا صحر ناجي أهلا بكم مشاهدين الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والعمال في نشرة سابسة موسيقى بدأت منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية عن شهر أكتوبر متضمنة الزيادة الاستثنائية للفئات الأولى بالرعاية من أصحاب البطاقات التموينية والتي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي للأسر الأولى بالرعاية نتابع مئات المنافذ التموينية بدأت في صرف السلع الغذائية والتموينية لشهر أكتوبر بالمنحة الاستثنائية الجديدة للفئات الأولى بالرعاية من أصحاب البطاقات التموينية والتي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي تخفيفا عن المواطنين بالنسبة للزيادة الاستثنائية 100 جنيه للأسرة و20 جنيه للأسرتين والثلاثة البطالة فيها والثلاثة والثلاثة و300 جنيه أكثر من ثلاثة أسرة جميع السلع متوفرة نحن دلوقتي في المغزن موجودين وانت شاهد حضرتك المغزن مكدس بالسلع بالإضافة إلى هناك أرصدة متواجدة من السلع السرطيجية في المغزن الرئيسية الزيادة المقررة على بطاقة الدعم من السلع طبق لبرنامج الحماية الاجتماعية الذي وجه به الرئيس السيسي للأسر الأكثر احتياجا مستمرة لمدة 6 أشهر وقد ضمت السلع التنمونية لشهر أكتوبر 30 سلع غدائية واستهلاكية ومنظفات وحلوة بعد أن كانت تضم 29 سلع فقط المنحة بالضافة للتنمين اللي هو الدعم الأساسي اللي هو التنمين الفرد ليه 50 جنيه والأربعة فرد ليه 20 جنيه بالإضافة للفرق العيش فالمجنيه دي بقت مكملة للدعم بس دي ما بتدخلش بيها ولا زيت ولا سكر لكن الدعم بيبقى ليه زيت والسكر ورز والمقارونة وهكذا 30 سلعة متوفرة في جميع فروع الشركة المصرية 700 فرع جملة وملحة متوفر فيهم كافة 30 سلعة على مستوى الشركة بجودة عالية شركات زو اسم تجاري على مستوى جمهورية مصر العربية ولو حبينا إن كانوا على جودة السلعة دي درجة أولى من كل الأصناف درجة أولى بنزل أسعارها الأسعار اللي موجودة في التنمين بتطبق على منتجات التنمين فيه حاجات تانية حرة وعلى حسب الرغبة في أن أنا بستكمل الحاجة اللي أنا محتاجة في الشهر على الحاجات الحرة برضو أسعارها معتدلة عن الأماكن التانية الزيادة الاستثنائية للفئات الأولى بالرعاية من أصحاب البطاقات التنمينية البالغ عددهم 36 مليون مواطن مقيدين على نحو 9 ملايين بطاقة بقيمة 5.5 مليار جنيه وذلك من إجمالي المستفيدين من الدعم السلعي البالغ عددهم 64 مليون مواطن ومقيدين على 23 مليون بطاقة وإلى ذلك تتوصل الجهود ضمن استراتيجية الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين أحمد الحسيني التلفزيون المصري شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالسعيد إطلاق الإصدار السادس لتقرير التنمية العربية تحت عنوان النمو الاقتصادي العربي في ظل الأزمات جاء ذلك خلال افتتاح الوزير للمؤتمر للمئة السادس عشر للجمعيات العربية للبحوث الاقتصادية والذي ينعقد بمدينة العالمين الجديدة تحت رعاية رئيس الوزراء يعد تقرير التنمية العربية أحد أهم التقارير التي يصدرها المعهد العربية للتخطيط بالكويت بالتعاون مع معهد التخطيط القومي ويمثل نموذجا للتعاون والعمل العربي المشترك في أسواق المعدنة فيس ارتفعت أسعار الدهب لأعلى مستوى في أسبوع بسبب المخاوف من أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة بدرجة كبيرة ليسجل المعدن الأصفر ألف وستمائة وسبعين دولار للأوقية محليا سجل الدهب عيار ثمانية عشر ما قيمته تسعمائة وثمانية وخمسين جنيه بالنسبة لعيار واحد وعشرين فقد وصلت قيمته إلى ألف ومائة وثمانية عشر جنيه وعيار أربعة وعشرين وصلت قيمته إلى ألف ومائة وثمانية وسبعين جنيه وأخيرا الجنيه الذاب والذي وصلت قيمته إلى ثمانية ألاف وتسعمائة وأربعة واربعين جنيه في أسواق البترول العالمية ترجعت أسعار النفط لكنها حققت أول مكاسب أسبوعية لها في خمسة أسابيع مدعومة باحتمال موافقة مجموعة أوبك بلاس على خفض إنتاج الخام وانخفضت العقود الأجلى لخام برينتل لشهر نوفمبر ستة من عشر بالمائة إلى سبعة وثمانين دولار وستة وتسعين سنة للبرميل كما ترجعت العقود الأجلى لخام غرب تكسس الوسيط الأمريكي باثنين وواحد من عشر بالمائة إلى تسعة وسبعين دولار وتسعة وأربعين سنة للبرميل وانخفضت كذلك أسعار المزودة عالميا بنسبة واحد وثمانية وتسعين من مائة بالمائة لتصل إلى ثلاثة فاصل ثلاثة وعشرين مائة دولارات للتر وترجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة واحد وسبعة وخمسين من مائة في المائة لتسجل ستة فاصل سبعة وسبعين من مائة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أعلنت منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك عن عودة الاجتماعات الوزارية لدول تحالف أوبك بلس حضوريا بدلا من الفيديو كونفرنس اعتبارا من اجتماع يوم الأربعاء القادم وأكدت أوبك أن الاجتماع سوف يعقد بالحضور الشخصي في مقر المنظمة في بيانا مشيرة إلى أن الاجتماع القادم هو أول اجتماع وزاري بالحضور الشخصي منذ مارس من عام 2020 يأتي الاجتماع وسط شائعات عن تخفيضات كبيرة في الانتاج في مواجهة مخاوف من الركود ومع تراجع الطلب على النفط وصلنا معكم إلى ناية هذه الجولة في أخبار المال والإعمال شكرا لكم نعود للاستكمال ما تبقى مع ريهام وصحر شكرا مصطفى وبالأخبار الاقتصادية نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة السادسة ويتبقى التذكير بالعنوين في يوم القضاء المصري الرئيس السيسي يؤكد أن حقوق المصريين أمانة في أعناق القضاء الرئيس السيسي يقدم التهاني لرئيسة وزراء إيطاليا لفوز حزبها بالانتخابات ويعرب عن تطلعه للعمل معها في إطار الشراكة الراسخة التي تجمع مصر وإيطاليا القوات الأوكرانية تدخل بلدة ليمان وموسكو تقر بانسحاب قواتها من المدينة الواقعة بشرق أوكرانيا وصلنا إلى ختام نشرة السادسة على شاشة التلفزيون المصري شكرا لكم وإلى اللقاء إلى اللقاء اشتركوا في القناة